أزول أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إزوران نتمازيق في الحلقة هذه وانطلاقاً من جبل نفوسة مرة أخرى بنتكلم عليه نبتة عشبة تخرج في جبل نفوسة بالأخص في مدينة يفرن تسمى إسافار نتوسارين المعروفة طبعاً باسم نبتة لفلية أو الكاموميليا بالطلياني أو أنا العمي اللي بيقول لكاموميليا أو البابونج بالعربية الفصحة هذه الحلقة سوف تكون عن الجذر الشقة الأول من الكلمة مش نقوله إسافارين توسارين حنتكلم عليه إسافارين إسافارين هي صنعات جمع مفردها أسافار وجذرها ياس يافيار ثلاثة حروف السين والفا والرا وكلمة توسارين وفعله سري وسر إلى آخره حنتكلم عليها في حلقة أخرى لكن اللي همنا هنا إن الجذر ياس يافيار والجذر هذا يدور علي معنى العلاج المعالجة الدواء التداوي وربما لها استخدامات أخرى بنجوها بعده نجوها ونتكلم عليها بروحها بعده طبعاً الجذر هذا نلقوه في تنوعات أمازيغية تقريباً وليه تفرعات ومعاني مختلفة عفوا ليس مختلفة لكن عديدة يعني لن نتكلم في جميع التنوعات بقدر أن نتكلم علي ما له صلة بالموضوع هذا أو الجذر هذا نجد كلمة أسفار في غدامس مثلاً أسفار وإسفران هي الأدوية نجدها في غات وأباري هذا على مستوى ليبيا أسفار تجمع على إسفار نجدها مثلاً عند الحقار كما عند أير وأزواد وهذا مهم نجد الفعل سسفر بمعنى تناول الأدوية خذ الأدوية خذ العلاج ونجد الاسم أسفار وإسفران بمعنى الدواء نفسه في تشلحي تجد أسفار وإسفاران هذه معروفة متداولة إلى اليوم نجد بذات المعنى الدواء العقار والعلاج وهي أيضاً في الجنوب الشرقي من المغرب وتمازيغت أيضاً للأطلس المتوسط بنفس المعنى وفيها إضافات مهمة حنجوها ونتكلم عليها بروحة بعدين في تاريفيت نلقو أسفار أخذت معنى مخصص مش ديما نتكلمون على المعنى العام ومعنى الخاص ونجدوها هنا مثلاً أسفار هي الأدوية التي تعطى للحيوان خصوصاً بمعنى لما يصير البشم والآخره تعرف ما نقوله بالليبي مبشوم الحيوان معنى انتفخت بطنة وإلى آخره هي أعطوه في بعض المهم الأدوية التي تطلل الحيوان تسمى إسفاراً فقط ولا تعمم على كل الأدوية بل زادت تخصيصاً مش الدواء خصصت بنوع خاص من الدواء عند صنهاجة سرير في شمال المغرب يقولوا أسفار للكحل اللي هو تزلت يقولون لها فيه نوع منها يسمى أسفار وهو دواء للعين على حسب المعتقد الشعبي المعروف وفي تقبيليت وتعتبر كلمة شبه مماتة في تقبيليت ولو نجد أنها موجودة في بعض المناطق ما زالوا يستعملوا كلمة أسفار ونلقوا في تاشنويت وعند الشاوية تاشنويت هي وسط الجزائر أربع ما بعضكم يعرفش وإسفار أيضاً بذات المعنى ولو أننا يعني في تاشنويت التاشنويت نقول لها معاني أخرى حنتكلم عليها بعدين وفي وادي ميزاب بل نزيدوا عليها حتى ورق لنقولوا أن أسفار وتشفى على إسفار بمعنى الدواء ولها كذلك عندهم معنى آخر حنجوه بل نمشوا حتى في أقصى التمازغة نمشوا لزناغا وهي في المحيط الأطلسي زناغا يقولوا بدل السينشين والشوفر وأشفار بتبديل السينشين زي ما قلنا بمعنى المعالجة والمداوات ولها معاني أخرى عندهم كذلك زناغا تكلمت عليها وانا في دروس اللغويات كانت تذكروا زناغا كانت من أوائل التنموعات الأمازيغية اللي انفصلت وابتعدت عن باقية الأمازيغ وعندهم خصوصية تفيدنا كثيرا في عالم الغويات المهم نجد استخدام آخر لأسفار وهو العشب بمعنى كلمة العشب أو أعشاب معينة اللي يصنع منها الدواء خصوصا تسمى في الجنوب الشرقي في المغرب وتحديدا أي تعطى مثلا يقولوا أسفار وإسفار وعند إيمازيغة يخصوها بتوابل زي البزار والفلفل وإلى آخره يقولون لهم حتى ما إسفار طبعا لما عليتي حال في وادي مزاب كذلك نلقى الأعشاب اللي هي والتوابل والحاجات هذه بل ما يسمى عموما بالأمازيغة ما نقوله وانا العطرية محلات العطرية هذو يعتبروا إسفارا بالنسبة لهم كذلك زي ما كنا في وادي مزاب وفي عند إيمازيغة وإلى آخره بل حتى في عند الإيموهاغ عمازيغة الجنوب عموما يقولوا إسفارا عليه ويدخل فيه حتى الشاهي على فكرة يسموا فيها عليه هذه الأشياء عند عمازيغة الجنوب وهذا ليفسر تسمية أو تخصيص اسم إسفارا توسارين لعجبة البابونجا والكاموميلا في جبل نفوسة طبعا لإيمان بقوتها العلاجية طيب نلقو كذلك إلى جانب تسمية النبتة بمعنى إسفارا نلقو نبتة بعينها تسمى تسميت من نفس الجذر مثلا تانسفالت وهي اللبلاب هي نبتة فيها ظهور هيكي ما عرفش نقولكم اسمها تاني ربما بعضكم يسموا فيها تاشفالت وفي الجنوب الشرقي من المغرب كذلك فيه نبتة ما لايش علاقة بهذه حقيقة أن هي الفشاق بالعربي الفصحى من عرف الله يسمها بالعامية متأسف استخداماتها طبية وهي كذلك من نفس الجذر طبعا نحن نستغرب لأنها هي باللام طبعا اللام الرازي ما قلنا في دروس اللغويات تتبادل كثيرا في التنوعات المسيغية وهذا سنوصل لها طبعا بحكم أن هي نبات فيه كلمات أخرى فيها لام وما فيها شراء وما لايش علاقة بالكلمة هذه بكل لكن هنا اذكرتها هذه لأنها هي نبتة ونبتة طبية فهذا مما يفسر الموضوع العلاجي متاعها والتبديل اللام راء فيها نجد مثلا حتى عند الشنوية الشنوية زي ما قلنا نبكري اللي هي ما زي متاع قوسط الجزائر عندهم لحاء نوع من الشجرة أو نوع من الشجرة تسمى وهي على فكرة تفرع من زناتا تيسفلي والغريبة أن هذا اللحاء يستخدم في الدباغة دباغة جلد الحيوان طبعا زي ما تكلمنا لدباغة جلد الحيوان نجد كلمة دباغة في جل التنوعات الأمازيغية ابتداء من إموها يقولوا أسفل ولا أسفير عفوا أسيفل ولا أسيفر أسفر حاجة تانية من جذر يافيار ما ليش علاقة وهي من الفعل سيفل نلقوه في ليبيا مثلا في غات نلقوه في الشاوية في الجزائر في مازيغن وعند أمازيغ الجنوب الشرقي عند آيت وراين في المغرب بل حتى في زناقة في موريتانيا أو ورينالها مرة تانية اللي هو قلنا أسيفل أو أسيفر نقولوا أسيفل بحكم هي الأغلب استعمالا وهو اللام بتديل أطراب هي نوع أيضا من المعالجة يعالج فيها الجلد بعد السلخ بالملح وبعض الأعشاب الطبية معالجة الجلد حتى ما يصير لاش تحلل ما يصير لاش أي نوع من التفسخ وهذا يقودنا لكلمة أخرى وهي مهمة جدا ويبدو أنها موغلة في القدم كلمة الطحنيط الطحنيط في الأمازيغية تسمى تاسيفلت تاسيفلت الحناطة هي نوع من المعالجة لو تشوفوا الفراعين القدامى وطبعا الأمازيغره عندهم هذا الطحنيط وعندنا في جنوب ليبيا وانا اكتشافات كثيرة جدا في موضوع الطحنيط وتكلموا عليها بعض الكتاب وبعض الأثريين ولكن هذا مش موضوعنا الموضوع اللي بنتكلم عنه هو قضية اسم تاسيفلت اللي هو الطحنيط طيب إذن الطحنيط هو معالجة الجلسم والجلد وكذا بحيث أنه لا يتحللش وما تدخلش الجرثيم وتأكل من القبل كذا كذا فيدلوا له في الملحة ويدلوا له فيه أنواع كثيرة من الأعشاب هذه الحالة من المعالجة تسمى تاسيفلت وهذه من الواضح جدا أنه لا علاقة بأسفر طيب نوله في الأساس للفعل السسفر بمعنى عالج نلقو كلمات هلبة حديثة يعني استخرجت من هذه الكلمة كالصيدلية والصيدلي تاسسفارت أمسسفار وغيرها وهذه تلقوها طبعا في الكتاب المدرسي لبعض الناس اللي استغربوا من جدت هذه الكلمات وكيف طلطوها حتى على فكرة فيها حتى كلمات معنوية أو لها استخدامات أخرى كلمة تاسفر مثلا في حالة السحر مثلا يقولوا مثلا فلان مسحور يقولوا بد ما يقولوا مسحور يقولوا وش ناسي سافارا ولا مسموم إخوائي سافارا يتشاي سافارا بمعنى ولا أسفار عفوا التانية بالإفراد بمعنى أعطي له السم وغالبا ثم والأشياء هذه من قبل كانت تصنع من الأعشاب اللي هي نفسها تستخدم للتداوي تستخدم أحيانا بطريقة إما مبالغ فيها أو كذا من أجل تسميم شخص أو من أجل إلى آخره طيب في حاجة فنقولها هذه مهمة جدا زي ما قلنا ما جبش كل الكلمات اللي فاعي سافارا لكن أعطيكم غير ميتالبس في كلمة إيسيفر إيسيفر هي الفقمة الفقمة نتالب حرها دي سوفي عجل البحر أولا نشوفها في القطب الشمالي وكذا أولا لما تهاجر وتنزل للقطب الجنوبي توقف على السواحل الأطلنطي ومن ضمن السواحل التي توقف فيها عند زناقة عمزيغ موريتانيا وتوقف حتى يبدو على ما يبدو في المغرب في جنوب المغرب كذلك فهذه تسمى إيسيفر شن علاقتها بهذا الموضوع ما نعرفش أنا شخصيا لا أعرف وزي ما اذكرت في دروس اللغويات أن الجذور المشتركة في الحروف موجودة في اللغات الأفروازيوية بكثرة ولكن لا يعني بشرط أنها مشتركة بالمعنى وهذا الاشتراك في الحروف ياسيا فيار ربما يكون كذلك لها معنى لكننا لم نصلنا بحكم أنها مغيرة في القدم يعني ممكن يتخيل الإنسان أن هذا النوع من الحيوان يستخدم جلده كما عند الأسكيمو هذا في الشمال أو يسمى الإنويت وما يحبوش اسمها على فكرة الإنويت هذا يستخدم فيه هذا الجلد في استخدامات أخرى زي مطلط المية وغيرها إذن إلى حلقة أخرى إن شاء الله ولكن غير حبيت أني نعرج على أن هناك بعض الكلمات لها معاني وربما لا تكون مشتركة في الأساس تنميرت نون وإلى حلقة أخرى إن شاء الله تنميرت